جيمين انت لسه عايز تكمل معي في كلام عن المباراة المغرب وكرواتي قلتني فيها احصائيات مهمة جدا اه نتكلم على احصائيات المباراة اللي تقولك المنتخب المغربي كان بيشتغل فين والسؤالك التاني اللي كنت بسألوني على حاكم زياش الاحصائيات والارقام والشغل في الملعب بيقولك هما كانوا موجودين في الجابهة اليمين اكتر الجابهة اليمين اللي فيها حاكم زياش كانت مفروض تشتغل بشكل اكبر لكن مش ده اللي حصل لانو حاكم زياش كان معتمد اكتر على الشغل الفردي فده اللي خلى كسافة يلا بينا يلا بينا نعرض الارقام الارقام يا كريم متقاربة جدا بشكل كبير اللعب وكسافة اللعب والكركة متواجدة بشكل موزع على المربعين ده خلال التسعين دقيقة ما بين كرواتيا وما بين المغرب الشغل وكسافة الشغل والصراعات في وسط الملعب هي اللي عملت المشكلة دي ابرز الارقام اه الاستحواز كان مع المنتخب الكرواتي بشكل اكبر لكن المنتخب المغربي كان عنده ميزة انه بيقدر يوصل للتلت التاني مش التلت الاخير التلت التاني من الملعب بشكل جيد جدا مش كنت كلها في التلت الاخيرة كريم وانه مش قادر يترجم الوصول ده ايه الميزة كمالكة عن المنتخب المغربي انه بيوصل باقل عدد من التمرير بيلعب لعبه مباشر جدا مع واريد الرجراجي لأنه ما يقدرش أنه نفس المنتخب الكرواتي في تدوير الكور فطبيعي جدا أن عدد البصات يكون عند المنتخب الكرواتي أكتر والاستحواز يكون عند المنتخب الكرواتي بشكل أكبر كمان مهم نتكلم عدد التصيبات وشكل التصيبات لو يجبوا لي الصورة اللي بعد دي كمان مش الأرقام في صورة بعد دي بتقولك أماكن اللي سدت منها المنتخب المغربي والأماكن اللي سدت منها المنتخب الكرواتي تبايل لك قد أن المنتخب المغربي كان مصاملها اللي بعد دي هات اللي بعد دي هنا دي نسبة الاستوحيز 24% في التلت ملعب المنتخب المغربي 24% في التلت ملعب المنتخب الكرواتي تساوي كبير جدا جدا الكرة كانت محصورة في وصف منتصف ملعب 52% ده راجع لإيه كريم راجع لأن المنتخب الكرواتي كان بيعمل عملية التدوير كتير علشان يدور ويخلق المساحة اللي ما كانش عارف يخلقها تقريبا طول المباراة إلا فيه كرتين واحدة من كرة سبتة وواحدة الانفراد اللي شاله ياسين بونو من كرة عرضية فطول الوقت المنتخب الكرواتي عمال بيعمل عملية التدوير فلما بتعمل عملية التدوير عشان تعمل الخلخلة للدفاع اللي قدامك فعدد الباصات اللي بتعمل في التلت الأوسط هي دي ترجمة كلمة 52% أقرب 52% من وقت المباراة ومن عدد التمريرات اللي اتعملت اتعملت في التلت الأوسط للملعب المنتخب المغربي كان بيشتغل من ناحية حكيم زياش فيه الشوت الأول بشكل أكبر الشوت الثاني ابتلأ يشتغل من ناحية سوفيان بوفال وعادين عبدالسامة زيزولي آه ما كانتش هجمات مكتملة آه كان فيه مشاكل وده اللي حصل للمنتخب المغربي أما المنتخب الكرواتي كان بيشتغل من نفس الناحية اللي فيها حكيم زياش وده يقولك إنه كان فيه مشكلة برضو في التداد حكيم زياش عشان يساند أشرف حكيمي كان أشرف هو المتواجد طول الوقت فكان أحيانا بتعمل عليه ده بلب لكن الوقفة الجيدة من خط الدفاع بالكامل للمنتخب المغربي أدت إلى إنه زي ما المنتخب الكرواتي كان بيفسد الهجمات للمنتخب المغربي في التالت الأخير من الملعب نفس الكلام كان بالنسبة للمنتخب المغربي فيه صور تاني؟ تقريبا فيه صورة واحدة كمان يلا نعرض اللي بعد آخر صورة أيها دي دي وفيه واحدة زيها المتواجد دي بتاعة المنتخب المغربي المنتخب المغربي كان بيحاول يا كريم إنه هو يعمل البنتريشن من العمق وده المشكلة اللي كانت موجودة المنتخب المغربي راح إنه هو يحاول يعمل التصويب دي الأماكن اللي تم التصويب منها سواء تم اعتراضها أو وصلت أو تسددت أو طلعت أو ما بين القائمين والعرضة أو فوق العرضة دي الأماكن اللي تم التصويب منها بالنسبة للمنتخب المغربي كلها كانت في هذا المكان النقطة اللي متعلم عليها دي التصويبة طبعا بتاعة أشرف حكيمي تصويبة قوية جدا من الكرة السبتة اللي اتصلحت وشاطها أشرف حكيمي فكان المنتخب المغربي بيحاول إنه لأنه الأطراف مقفولة جدا الفرق الكرواتي قفلين الأطراف فكان بيحاول يخترق قفلين على الحكيم زي ياشر سوفيان بوفال فبيحاول يخترق من العمق لكن طبعا التصويبات كان معظمة بيتم اعتراضه سرعة اللي بعدها للمنتخب الكرواتي اللي برضو بسبب قفلة الأطراف حاول يعمل ودي الكرة اللي متعلم عليها برضو اللي هي البيجيت شانس اللي عملها المنتخب الكرواتي واللي شعلها ياسين بونو تقولك الأماكن اللي كان بيحاول يصوب منها المنتخب الكرواتي بنفس الشكل لأن الأطراف كانت مقفولة بشكل كبير من منتخبات العربية شايفوا أو حاسس إنه هيكمل لبعيد طول اللي جاي على الأقل منتخب المغربي رغم صعوبة المجموع وده برضو تاني مش عشان كلامنا اللي قلناه قبل البطول المنتخب المغربي بشكل كبير جدا جدا قادر لما يلعب المنتخب الكرواتي النهاردة ويقدم الشكل ده مش النتيجة يقدم الشكل ده طبعا طبعا مؤمن تماما بحظوظه إذا ما تجوز منتخب بلجيكا دون خسارة لأن مباراة كندا أنا بقولك هتبع مباراة صعبة جدا وممتعة جدا إن شاء الله المنتخب المغربي يقدر ينتزع فيها ثلاث نقاط من المنتخب الكندي إلا أنا في وجهة نظري إن قد تكون ثلاث نقاط الصعود لأن كندا فريق مش سهل أبدا سواء قدام كرواتيا أو قدام المنتخب المغربي فالمنتخب المغربي ده رقم واحد